رجل أمريكي يملك ثروة هائلة وعنده شركات وأموال ولكنه لم يشعر بالسعادة يوم من الأيام وكان عنده موظف عربي مسلم يعمل في شركته وكان راتبه قليلا وكلما دخل عليه صاحب العمل الأمريكي رآه مبتسما وهو صاحب الملايين لم يبتسم بسعادة في يوم من الأيام فقال الأمريكي في نفسه أنا صاحب الشركة وأمتلك أموالا لا حصر لها ولا أبتسم ولا أشعر بسعادة أبدا وهذا الفقير الذي يعمل عندي أراه كل لحظة سعيدا ومتفائلا فجاءه في أحد الأيام وطلب الجلوس معه ففرح الموظف كثيرا ثم سأله صاحب العمل عن ابتسامته الدائمة فقال له أنا سعيد لأنني مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فسأله في دهشة هل يعني هذا أن المسلم سعيد طوال أيامه؟ كيف ذلك؟ قال الموظف المسلم له نعم المسلمون سعداء طوال أيامهم لأننا سمعنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وأمورنا كلها بين السراء والضراء أما الضراء فهي صبر لله وأما السراء فهي شكر لله ولذلك حياتنا كلها سعادة في سعادة ثم أخرج له العامل صورة لطفلة جميلة وقال لصاحب العمل هذه صورة ابنتي ومنذ شهر علمت من زوجتي أنها مرضت وظلت في الفراش ثلاثة أيام ثم توفاها الله ورغم حب الشديد لها إلا أنني صبرت ولم أجزع فهي أمانة من الله رزقنا بها ثم استرد أمانته في الوقت الذي قدره وقد ألهمني الله الثبات والرضا وذهبت إلى عملي ولم يلاحظ أحد من أصدقائي في العمل بفقدان لابنتي فقد كنت أبتسم كعادتي لأني أعلم تماما بأن الله سيعوضني خيرا تأثر صاحب العمل من كلام الموظف الشاب ثم قال له أريد أن أدخل في هذا الدين قال الموظف اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله في نفس اليوم أعلن هذا الأمريكي عن عقد اجتماع لكل من بشركاته صباح الغد وفي الاجتماع قال أمام الجميع أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثم انفجر يبكي أمام الناس فجاء من يريدون التخفيف عنه وبعد أن انتهى من البكاء سأله أحد الحاضرين ما الذي أبكاك؟ قال والله دخل في صدري فرح لم أشعر به منذ سنوات لقد تأكدت أن انشراح الصدر لا يكون بكثرة الأموال أو الأولاد ولا بالاستسلام لشهواتنا وفعل ما نريد فكل هذه المعاصي تأتي بالضيق أما انشراح الصدر فشعرت به لأول مرة حينما أيقنت أن لي ربا يسمعني ويراني ويخبرني بأن كل ما يحدث معي هو خير لي ومنذ إسلام هذا المليونير الأمريكي وهو يشعر بسعادة دائمة ويوميا يقرأ القرآن ويتصدق وينفق ولا تفوته صلاة بل وأقنع الكثير من أصدقائه حتى نطقوا بالشهادتين ودائما يقرأ لهم هذه الآية الكريمة أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله الذي نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تليل جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد ثابت بن قيس الأنصاري خطيب الأنصار وخطيب النبي صلى الله عليه وسلم وكان جهور الصوت خطيبا بليغا لما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي دخل ثابت بيته وأغلق بابه وأخذ يبكي فافتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأن ثابت يا رسول الله ما ندري شأنه إلا أنه قد أغلق بابه وهو يبكي فيه فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله ما شأنك قال يا رسول الله أنزل الله عليك هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وأنا شديد الصوت وأخاف أن أكون قد حبط عملي قال له النبي لست منهم بل تعيش بخير وتموت بخير ثم أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحب كل مختال فخور فأغلق بابه وأخذ يبكي فافتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ثابت ما شأنه قالوا يا رسول الله والله ما ندري غير أنه قد أغلق بابه فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنك قال ثابت يا رسول الله أنزل الله عليك إن الله لا يحب كل مختال فخور والله إني لأحب الجمال وأحب أن أسود قومي قال النبي لست منهم بل تعيش حميداً وتقتل شهيداً أو يدخلك الله الجنة بسلام فلما كان يوم اليمامة خرج مع خالد ابن الوليد إلى مسيلمة الكذاب فلما لقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجم عليهم فانكشفوا قال ثابت لسالم مولى أبي حذيفة ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله ثم حفر كل واحد منهما حفرة فهجم عليهم القوم فثبت يقاتلان حتى استشهد رحمهم الله وكانت على ثابت درع له نفيسة فمر به رجل من المسلمين فأخذها فبينما رجل من المسلمين نائم إذ أتاه ثابت بن قيس في منامه فقال إني أوصيك بوصية إياك أن تقول هذا حلم فتضيع إني لما قتلت أمس مر بي رجل من المسلمين فأخذ درعي ومنزله أقصى العسكر وعند خبائه فرس يستن في طوله أي يمرح في حبله المشدود وقد كفأ على الدرع برمة أي قدر من الخزف وجعل فوق البرمة رحلا فأتي خالد بن الوليد فمره أن يبعث إلى درعي فيأخذها فإذا قدمت على خليفة رسول الله فأخبره أني علي من الدين كذا وكذا ولي من الدين كذا وكذا وفلان رقيقي عتيق فأتى الرجل خالد بن الوليد فأخبره فبعث إلى الدرع فنظر إلى خباء في أقصى العسكر فإذا عنده فرس يستن في طوله فنظر في الخباء فإذا ليس فيه أحد فدخلوا ورفعوا الرحل فإذا تحته برمة وإذا الدرع تحتها فأتى بها خالد بن الوليد فلما قدم المدينة حدث الرجل أبا بكر برؤيته فأجاز وصيته بعد موته فلا نعلم أحدا من المسلمين جوز وصيته بعد موته غير ثابت بن قيس رضي الله عنه وله شاهد من حديث أنس بن مالك والطبراني والترمذي محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التورا ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما دخل رجل للمسجد في غير وقت الصلاة فرأاه رجل كبير في السن فقال له تعال يا ولدي ما لي أراك في وقت غير الصلاة ووجهك عليه الحزن والهم قال الرجل يا شيخ إنني متزوج منذ فترة ولم يرزقني الله بأطفال ألعب معهم ويلعبون معي وأعتني بهم صغارا ويحملونني كبيرا ولم أترك طبيبا إلا وذهبت إليه ولكني لم أجد عند أحد العلاج فقال الشيخ العجوز لهذا الرجل سوف أعطيك الدواء وهذا الدواء صعب للغاية ولكن والله ثم والله إنه فيه الشفاء فقال الرجل متلهفا وما هو قال الشيخ العجوز هو أن تقوم قبل صلاة الفجر بساعة وتقسم هذه الساعة إلى نصفين النصف الأول قيام ليل والنصف الثاني استغفار فالله عز وجل يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فذهب هذا الرجل وظل ساهرا حتى ساعة متأخرة من الليل ليقوم الليل ولكن غلبه النعاس فنام بعض الوقت ثم استيقظ بالفعل قبل الفجر بساعة ولكن غاب عنه النشاط وحضور القلب والذهن فصلى واستغفر بينما النوم كان يداعبه واستمر هذا الحال لمدة شهرين ولكن لم يحدث لزوجته حمل فذهب إلى الشيخ في المسجد وقال له يا شيخ لقد فعلت ما طلبته مني لمدة شهرين ولم يستجب الله لي فلماذا؟ فتعجب الشيخ من كلامه وعندما سأله عن كيفية قيامه للليل والاستغفار أخبره فقال له الشيخ أيها الرجل لم تحسن القيام والاستغفار فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله فيقين القلب من أعظم أسباب الاستجابة وأن غفلة القلب من موانع الاستجابة فاذهب وقم الليل واستغفر أنت وزوجتك بقلب كله يقين وذهن صافي فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصل يا ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعتذر الرجل للشيخ ثم ذهب إلى زوجته وقال لها في ود زوجة العزيزة الحمد لله الحمد لله وجدت الدواء بإذن الله ولكنه صعب جدا سألته الزوجة بشوق كبير ولهفة وما هو يا زوج العزيز قال الزوج نقوم قبل صلاة الفجر بساعة نصف ساعة صلاة والنصف الثاني استغفار فهل أنت مستعدة على أن نفعل ذلك؟ قالت الزوجة بالطبع يا زوجي مستعدة لأن هذا كلام الله سبحانه وتعالى وسنبدأ من اليوم إن شاء الله فقد سمعت حديثا من خلال المذياع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له وفعلا بدأ هذا الرجل هو وزوجته قيام الليل والاستغفار بإخلاص وبعد مرور شهر واحد فقط جاء لهذه الزوجة أعراض الحمل فذهب بها زوجها إلى الطبيبة وبعد عمل التحاليل اللازمة قالت الطبيبة للزوج أبشر زوجتك حامل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون كان هناك شاب تقي ولكن بعض الأمور تختلط عليه في الحلال والحرام فذهب إلى أحد العلماء يطلب على يده العلم فكان أول ما قال الشيخ له ولزملائه في الدرس لا تعيشوا عالة على الناس فإن العالم الذي يمد يده إلى أبناء الدنيا لا خير فيه على كل واحد أن يذهب ويعمل بالحرفة التي كان يعمل بها والده وليتق الله فيها خرج الشاب من الدرس متحمسا وذهب إلى والدته فسألها عن الحرفة التي كان يعمل بها والده المتوفي فبدأ على الأم القلق وقالت ذهب والدك رحمه الله فلماذا تبحث عن حرفته الآن فألح الشاب عليها كثيرا ليعرف حرفة والده فأخبرته رغما عنها أن والده كان لصا حزن الشاب وقال لأمه ولكن الشيخ يريدنا أن نعمل بنفس حرفة والدنا وأن نتق الله فيها قالت الأم في غضب ويحك وهل هناك ما يدعى التقوى في السريقة عليك أن تبحث عن عمل شريف وتنسى ما قاله الشيخ لك وبالفعل ذهب الابن يبحث عن عمل لعدة أيام ولكنه لم يجد عملا فعاد لنصيحة شيخه وبدأ يسأل ويتعلم ليعرف كيف يصبح للصن وعندما شعر أنه احترف هذه المهنة أعد العدة وصلى صلاة العشاء وانتظر حتى نام الناس وخرج ليسرق بيت جاره وهم أن يدخله ولكنه تذكر أن الشيخ قد أوصاه بتقوى الله وقال في نفسه أنه ليس من التقوى أن يقوم بإذاء جاره وسرقته فقام بتخطي هذا البيت ومر ببيت آخر وهم بسرقته ولكنه تذكر أن هذا البيت دار أيتام الله عز وجل حذر من أكل مال اليتيم وبعد هاتين المحاولتين تحقق أن السلقة لا تجتمع مع التقوى لذلك قرر أن يعمل في جمع وإخراج الزكاة وترك مسألة السلقة نهائيا وفي يوم ظل الشاب التقي يمشي ويتخطى المنازل حتى وصل إلى دار تاجر غني وكان بيته بدون حراسة وكان يعلم كل الناس أن هذا التاجر لديه الكثير من الأموال والمجوهرات التي تزيد عن حاجته وهنا قال الشاب في نفسه هذا هو المنزل المناسب وبالفعل تمكن الشاب من الدخول إلى المنزل وظل يسير بين الغرف حتى وجد صندوقا مليئا بالذهب والفضة فهم بأخذه ثم أخذ دفتر أموال التاجر وبدأ يراجع الحسابات فأحصى الأموال وحسب مقدار الزكاة ونحى مقدارها جانبا عاملا بنصيحة الشيخ وهي تقوى الله في العمل وبعد قليل أذن الفجر فقال الشاب في نفسه تقوى الله تقضي الصلاة أولا ثم العمل فقام وتوضأ وأقام الصلاة فسمعه التاجر صاحب المنزل فتعجب عندما رأى هذا المنظر صندوق الأموال مفتوح ورجل يقيم الصلاة فسألته زوجته ما هذا؟ فأجاب التاجر في دهشة والله لا أدري وأسرع إلى الشاب يسأله من أنت؟ وماذا تفعل هنا؟ فأجابه الصلاة أولا ثم الكلام وانتظر الشاب حتى توضأ صاحب الدار وصلى به لأن الإمامة تكون لصاحب الدار وبعد أن أتم الصلاة سأله التاجر أخبرني من أنت وماذا تريد وبعبارات فيها الكثير من الأدب وحسن الخلق قام الشاب بتذكير هذا التاجر بالفريضة الرابعة وهي الزكاة وشرح له أن هذه الزكاة توزع على الفقراء فتعينهم على مصاعب الحياة وتعود عليه بالبركة وبارض الله عز وجل وأخبره أنه بعد قراءة الدفاتر علم أنه لم يخرج زكاة أمواله منذ ست سنوات وأنه قد حسبها الآن لوضعها في مصارفها كاد التاجر أن يجن من فعل هذا الشاب وسأله في غضب ما حكايتك؟ وماذا تريد مني يا هذا؟ فقص عليه الشاب قصته وكيف أنه رفض أن يكون لصا وفضل العمل بجمع الزكاة فأعجب التاجر به كثيرا وقال له لدي بنت ما رأيك لو زوجتك ابنتي وجعلتك كاتبا ومحاسبا عندي وأسكنتك أنت وأهلك داري وجعلتك شريكي في تجارتي فرح الشاب كثيرا ووافق على الفور وأتى بأمه إلى دار التاجر بعد أن تزوج ابنته وعاشوا جميعا في سعادة وهناء عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون الخطيب الأول تزوج تاجر عطور من فتاة كان يتمناها لأخلاقها ونسبها الأصيل وقد ظلت علاقة الود بينهما لأكثر من خمس سنوات وبعد السنوات الخمس طلبت الزوجة من زوجها أن يفتح لها صفحة لتتعلم الدردشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال هاتفها فلب الزوج طلبها وتم فتح صفحة باسم وهمي لها وكان يتواصل من خلالها معها ومنذ ذلك اليوم بدأت الزوجة تتكاسل عن صلاتها وأذكارها لقضائها معظم الوقت في الدردشة عبر الفيس وغيره وفي يوم تركت زوجته صفحتها أونلاين أثناء دخولها المطبخ ففوجئ الزوج بأن زوجته تتحدث مع خطيبها السابق عن غرامها معه في الجامعة وأنها كان تتمنى الزواج به لكن نصيبها قادها لزوجها الحالي الذي ارتبطت به بأمر والدها وأمها بعد فسخ خطبتها منه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد كما اشتكت غياب زوجها عنها كونه يقضي أغلب وقته في المحل ولا يعطي لها وقتا كافيا بعدما اكتشف الزوج أن زوجته تتواصل مع خطيبها السابق عبر الفيسبوك قال لزوجته إن الله ستر عليك مدة طويلة فكان ينبغي أن تنهي هذه الحوارات ولو كنت تحافظين على صلاتك لحدث لك حياء من الله وأنت تقفين أمامه خمس مرات يوميا وما كنت تماديت في معصيته وهو الذي سترك مرات كثيرة لقد اعتبر الزوج ما حدث بين زوجته وخطيبها السابق خيانة زوجية حيث أن الخلوة شرعا لا تجوز وحديث الفيسبوك يعتبر خلوة وكان عليها أن تخاف الله الذي يرى ويسمع وهو قائم على كل نفس بما كسبت فما كان منه سوى تطليقها رغم أن لديه طفلا منها فكم من علاقة أفسدت وكم من عائلة تحطمت بسبب الخيانة عبر الإنترنت ليصبح اليوم السبب الرئيسي للطلاق حول العالم إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر